لو حدريك بيطلع لك شعر أبيض وانتي صغيرة أو انتي كبيرة الحاجة العوالنية هي حنة أوراق حنة على زيت جوز هند بيتحطوا مع بعض اللي أنا بقى بعمله اللي هو إيه بحط عليه قهوة القهوة يا جماعة انتم مش متخيلين هي قد إيه مفيدة القهوة مع الخليط ده أو مع السبغة أو مع أي حاجة بتدي ريحة للشعر لون بني بتخلي الشعر بيلمع مش طبيعي دي ثلاث ساعات مع بعض هو ده ده هم دول نفس وصفة صحية ايه ده اللي بقى قهوة بقى حقيقية بقى قهوة مع بلسم تحطيها على شعرك القهوة مع البلسم دي ليها فايدتين الفايدة يعني هي بتغطي الشعر الأبيض الفايدة التانية إنها فعلا بتعمل الشعر بني وعن تجربة تعمليها مرة أو اتنين أو تلاتة في الأسبوع مفيش أي ضرر ومفيش أي مشاكل ولو عايز تحطي على الوصفة دي عسل فيتامين سي اتفرجي على شعرك بقى حيحصل فيه اللي بعدي الشاي شاي السود مع مرتب شعر مع شاي بابونك بيتحطوا على بعض سيبيهم على النار لحد ما تتغلي يطلعوا يهدوا حطي على شعرك الخلطة دي لمدة نص ساعة يعملك شعرك غامق جدا أو أسود وآخر حاجة قشر البطاطس حنحطه على مية نغليه 25 دقيقة تركي المزيج عشان يبرد صفيه حطيه على شعرك ده طبعا للشعر أعمالي أسبوعيا للشعر الأسود وبيشيل البياض للشعر الأسود هنا كان البني وهنا الشعر أبيض اللي شعرها أسود